مصر طول عمرها هي الباب الكبير اللي بينطلق منه كل النجوم والفنانين العرب سواء دلوقتي أو زمان من أهم الفنانين دول هي الراحلة الجزائرية وردة صاحبة الصوت العبقري والأداء الطربي الجميل اللي عملت مجموعة كبيرة من الأغاني العظيمة مع بليغ حمدي زي العيون السود وخليك هنا وحكاية مع الزمان واشتروني وغيرهم من الأغاني هنتعرف عليها من خلال هذا التقرير هي أميرة الطرب بلا منافس تخطى صوتها الحدود وغنت على أكبر مسارح العالم وكانت انطلاقتها الفنية الكبرى في مصر هي الفنانة وردة الجزائرية التي يصادف اليوم ذكرى رحيلها لكن صوتها ما زال يمتع الملايين الذين عشقوا فنها من كل بلاد المشرق والمغرب ولدت وردة الجزائرية في الحي اللاتني بباريس في فرنسا لأب جزائري وأم لبنانية ومن فندق والدها محمد فاتوكي الذي كان يملكه في باريس طلت على الجمهور لتجد أغاني لأم كلثوم وأسمهان وعبد الحليم حافظ توجهت بعدها إلى لبنان لتبدأ أولى خطواتها في عالم الفن قبل انطلاقتها الكبرى في مصر التي شهدت فترات صعود نجمها واختفائها بعد الاعتزال والعودة وحتى وفاتها في عام 2012 وصلت وردة الجزائرية إلى مصر بعد دعوة من المخرج حلمي رفلة وبدأت مسيرتها في عالم السينما حيث شاركت في أول أفلامها عام 1963 بفيلم ألمذ وعبد الحامولي جمعتها ببليغ حمدي قصة حب خيالية بدأت من لحظة اللقاء الأول وله تغنت بأجمل الألحان منها العيون السود خليك هنا حكايتي مع الزمان واشتروني شاركت وردة الجزائرية في العديد من الأعمال السينمائية من بينها أميرة العرب صوت الحب وحكايتي مع الزمان وشاركت أيضا في أعمال درامية مثل آن الأوان أوراء الورد والوادي الكبير توفيت في منزلها بالقاهرة عام 2012 إثر أزمة قلبية ودفنت في الجزائر تاركة رصيدا كبيرا من الأغاني التي لا تزال حاضرة في أذهان معجبيها وجنهورها فنانة كبيرة وأغانيها بيسموا الكلمات دي تايملس أو كده مالهاش وقت معين ما ينفعش تقول إن الأغاني دي تتألف زمن معين تنفع في أي وكل الأزمنة لو استخدمت الكلمات دي دلوقتي أو قاعد بتسمع الأغاني دي هتحس إنه ليه علاقة بحياتك وأنا شخصيا من الناس اللي كنت بعد أسمع حكايتي مع الزمان كتير قوي أنا صغيرة حتى كان لست فيش حكاية في الحياة كنت أعود أسمعها من الأصوات اللي فعلا فعلا يعني من كده أثار الأغنية المصرية اشتركوا في القناة